الجزء بيبدأ معينوه اللي بيكون راح لمكتب رئيسه واللي بيكون نقله في قضاء تانية ولما بيكون مصر بيشوفوا انه متعرض في القضية دي اكيد وبيمشي فانا قم بتتقابل مع جو واللي بتكون مستغربه منه كتير بس هنا الجوان بيكون راح لها اصلا وبيشوف جو هناك عندها وبيكرر يروح يجري عشان يلحقها منه وبيروح يمسكه على طول ومش عاوز يقرب منها اصلا بس بيسيبه وعاوز يعرف اللي بيحصل هنا وبيحاول يستفزه ويعمل فن زي اخوص صغير علشانه ما كنه مع بعض وازاي ما عرفتهش بس جوان بيفقر بتحذيره وبيخليه مش على طول فبيروح يدخل اون لجوه وبيروح لجوشان يتكلمه سوا وشايف انه بيحباه فعلا بس بيعرفه انه هو لبوز علام الصفقة لكاته التم ولو راح لبيانغ فيقتله وده بيعصب جوان وعاوز يمشي على طول وبيقول انه من مواجبين اون اصلا على قناتها وبيروحوا بيبانفون ومريب كتير فبيروحوا مش عايزة تشتغل اصلا عشان بيقرب منها اي حد عادي وعلشان كاب تزعى فيه علشان مش بيسيبها تامل لعزاء وانه يتكمل عملها عادي فاكواك بيروح لليونغ اللي بيكون سرحان ومش عارف يعمل ايه خصوصا انه بيفتكر انبارح واتما كان سكران وبيد العربية كهدية بس ميه بتوقفه وبيفضل اشوف صور ميهوية صغيرة وشايف انه لطيفة وعلشان كاب تكرر تاخده وتبعده واسكران كده اصلا وبالفعل بتدخله الاوضة واسكران وبتجي تقوم بيرفض وبيخلات نم جنبه ومش عايزة تعدي بوقته صعب وتشاركه وتتناقش معاه في كل حاجة وبيلمسها عشان كان عايز يكون جنبها على طول وبيأثر فاعله بالفعل وبينام ويا كانت مفاكرة في انه يبسها فبيعدي لهم وبيفوقه على الارض وبيستغرب من مكان اللي فيه عشان وهيرب من البيت وكواكن مش عارف وهيرب منين بس جوان بيرن عليه وعايزه حقه في قضية مخدرات عصابة جو وبيفضل متابعة قنوية شغالة فبنروح لهيون اللي بيكون حزين وبيشيك كل متعلقات قضية عصابة المخدرات وهو حزين كتير وسنغوه بيكون عايزين يعون عليه شوية ويشربه سوى بس بيرفض حشان بين عليه فانه مكتاب كتير وفجأة جوان بيرن عليه أصلا فقن بتكون شغالة ودونغي بيروح لهشان يتم بيها بما ان الجوان مشغول واللي بيروح عشان يتقابل معيون وبيشرب وبيعرف ان القضية اتنقلت وهي ان ومعتش متبحق بسبب الضغط عليه من مسؤول الكبار وبيروح معه وبيكون مش بيشرب أصلا وبيتكلم معا عن بيونغ اللي كان يحقق معاه فمعاملاته المالية وكان يفتشه قريب بس كل حاجة وقفت خصوصا ان تردهم على طول وهي ان عاوز يعرف ان وعيد شخصيته عشان يكون كده فالجوان بيعرفه وانه في فضل عشر سنين عشان يقطع علاقته بيه خصوصا انه خطير ومش عاوز اتورط معاه في اي حاجة من دلوقتي فبنروح لقون اللي بتكرر اللي حصل معه مع جوان وخوفه عليها وبتروف التكلمه وبتدخل تنام فبيعدي اليوم مع جو ومستنى خروج بيلمي السجن وبيروح بيه وبيروح عشان يعزمه على الطعام كمان وبالفعل بيركب معاه وبيعرف ان بداش عرب بيانغ فان صفقتهم فشرت بسبب جوان بدل ما يتضايق عليهم وبيوافق عدا بالفعل فأم بتتكون بتتجهل في جوان على طول واللي بتروح تعود معهم على الفطار وبيكونوا مرتبكين ومشتقين بعض عشان متخصمين حاليا وبيكونوا مش هيروحوا لدر الايتام عشان شايفين في ان الناس مش هحبوا يكونوا زيهم وبيفضل يتحكوا سوى معادة جوان اللي عاوز يتكلم أون واللي بيروح بيلاقي في انها لسه بتتم بي وانده حتى أمم متخصمين فبيروح يساعدها في الحاجة اللي مش طايلها وبيروح يتأسف لها وبيصالحها اللي حصل أصلا وبيكون قاعد من العمل عشان يتأسف لها بما ان كان في خلاف بينهم بس هو تصرف كده شون كان قلقان عليها وبيخاف عليها ومن هنا بتحضنه وبتعرفه ونبلاشي إلقى بسببها علشان يتخافف عنه كل حاجة وخيز الدروس في الدفاع عن النفس وبيفرحه سواه وبيحضنه بعض فبيروح ليونغ اللي بيروح لبيت ميو وهو معها هدايا ومستورب والأمن انه يكون موجود بس انها بتفكر وقت ما كان معها ومش عايز يبدع عنها ومش عارف ده ليه بيحصل لها خصوصا انها بتحبه وبتكلم مموعة اللي عايزها تكون في البيت والحال انه بيكون عنده أهلها وبيوروه صورة وهي صغيرة وشايفين في ان احفادهم هيكونوا كويسين بس لما بتيجي بترفض اللي بيحصل ده وبتخليه قوم وبتطلع بره على طول ومش عارف وبيعمل معها كده ليه وليجي البتها مع اهلها فبيعرفوا انه يفضل يجي لما تكون عايزها يكون موجود وشايفة فنة صغر منها كمان وبيكون بيضايق فيها ويمشي وبيسيب عربيته فبنروح لدونغ اللي ينغي بيروح له وبيكر ينام بس بيفتكر حبيبته وقت ما كانت معاه وعايزهم يروح يشوف المحيط واللي بيكون اي مكان في ماء وخلاص وبيفرحوا باي حاجة حوالهم منهم وبيكونوا بيحبوا بعض كتيرهم والاتنين وبيفتكر ده اصلا وبيحزن وفجأة كوجو جنغي بيجوا وبتكلموا لان الجوان بيشتغل من البيت النهاردة وشايفين فالنقعة كده علشان يكون معقول لواحدهم في البيت ونويين يروح البيت متأخر علشان يسيبوه موقت اكبر مع بعض وبالفعل بيخليها تغمض عينها وبيدخل عشان تشوفوا المكان ده تغالية جدا كمان زي اللي كانت بتستعملها وجاهز لها كل حاجة وشايفينها تستحق اكتر من ده بكتير وساعدها عن نجاح عشان يجوز من العيلة وبتعرفوا عن افكارها وانها بتفكر في تقديم حاجات تعليمية ولما بتصدم انه عارف بتجي توقع وبيلحقها وبيعهم الاتنين اصلا وبيركزوا ببعض كتير بس انها بيفوقوا وهم مرتبكين جدا من بعض ويمشى عشان يكروا على طول وبيفضروا مكسوفين بسبب اللي حصل وجوان بيفضل يعرض ماراته كبيرة وقون اللي بتكون مركزة في كتير وهي كمان بتفضل تغري فيه وكل واحد بيغر التاني بطريقته بيروح يركز فيها وبيسرح وحتى وقت الطعام بيفضل مرتبكين وبتفضل ترمس رجله كل شوية وبتأثر فيه ويروح يأكلهم قاعدين جنب بعض احسن وبالفعل بيعجبوا بالطعام ده وبيفكروا في انهم يشوفوا التيفي بس بيتصدم لما بيكون في دراما فيه يبوس اصلا ومن هنا بتتعب وكل واحد بيفكر في حاجة شاكل ولما بيكون هيبوسها يونغ يدخل عليهم على طول وبيرتبكوا وبيتكرر يمشوا ويسيبهم لوحدهم فبيعد الوقت وبيتروحوا هي مبسوطة بالله حصل بس بيفتكر كلامه عن جو فانه خطير فتبعد عنه احسن وباتكرها تروح لكواك وبتعرف منه كل حاجة وعن العدوة اللي بين جيوان وبين جو وان بيعد عنهم من زمان فالجيوان بيفتكر كلامها وانها تكون كويسة وبيسك فيها بس برضو بيكون الان ويونغ يعرفوا فان العصاب هيون كان يكشفهم وعلشان كان يدخلوا فان بيكون الفرق بيجمع الالعاب دي وان بيتكارها تروح معهم اصلا في حين ان اوه سونغ ويون بيفكروا فانهم يعملوا عاشة جماعي ويتغدوا سواء وده الاول مرة من زمان وبيكون حاجز في مطعم غالي جدا وبيفرحوا ولما عصاب تجيو بيكونها يمنعوا بيكرر يلاقي ترابيزة مش مشغولة وبياكلوا فانجون غير يتابع جوان ويونغ على قناتها وبيصخر منها بس بيجيلوا خبر في ان يونغ موجود وعلشان كان يروح لي وبيحاول يستفزوا بس يوم بيكون بيصخر منه وبيحاول يوقعهم في الكلام وبيحذرهم بس لما بيجيب فيديوهات اون بيتضيق على كتير وبيضربوا فانهم بتحاطق نوحهم انهم يدخلوا عشانهم مش وحشين وبيروحوا بيمثلوا اصلا وشايفين فانهم مش كويسين بس اون بتلحقهم وبيروح تعمل عرضه قدامهم وبيعملوا عروض مختلفة وبيرقوسه زي الحيوانات وبيفرحهم كتير وبيفرحوا انهم عجبوا الاطفال وده بيكون لأول مرة في حياتهم فكان غير تروح لجيوانه وماشي وبتتكلم معاه في حين انه يوم بيفضل يرن على اون وبتطمن عليها بس انه كان غير بتعرفه في انها حبيبته بعد ما عارفت ماضيه وعاز تعرف اون بكل حاجة وبعد كده تقبله ولا لا بس هو بيأكل لاف انه بيحبوا اونوا بس فبينغي بشوف صورة مع اونوا فرحان وبيفكر فيه وبيبدل يشوف ان العرضه كان كويس وبيلاق المجموعة وهما بيلعبوا مع الاطفال وحبينهم وده الاول مرة اصلا وده كله بفضل اون طبعا واللي بتفاجه من وجود جيوان وبيقرر يلعب مع الاطفال فبيعد الوقت وبيروح يعود معها وبيبسطوا من كل ده بس بيعرفها في ان ابو كان رئيس عصابة مشهور واخده واكتشفه وعنده 13 سنه واكبره ان ياخده وبيقرر يرجع عليه وياخد المال وهيبقى مادين ليه وده عشان امه بتكون ماتت وبيبكى عليها وبابو يجب يوقفه وبيقرر يشتغل معه ويغير اسمه ويشتغل معاه علشان ده كان قراره وده كان قرار غلط وبيتكون شايفة في انه مختلف عن الاول بتقول مميزاته كتيرة وبيتكرر تدعمه للتخلص من موضوع الوحش ده وبتهون عليه بتقف جنبه فبنروح لبيانه انه يتخلص من كل اللعب ده فبيروح يشوف فيديوهاتها لتشاف ده اكتر من مرة وفجأة اوية فرحانة بيبوسها والمجموع بيشوف ده عرض بتاعهم ده وفرحانين بيه وفجأة بيجي لهيون خبر غريب والكل بيشوف الفيديو ده وجوان بيشوف تعليق جو وبيفتكر كلامه وهو بيكون متبحه اصلا وفي شخص وراه بيرن عليها بس مش بترد ففي شخص بيروح يبدؤون وده بيضيق جوان وعاوز يعرف من الشخص ده وبيضيق عليه جدا والجزء بيخلص علينا فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة وتفعيل الجراز حلوين عشان اوصل لكم الجزء الجاي تابعونا سلام